اشتركوا في القناة بيش نتعمقوا فيه شوية بيش نرجع على الندوة الصحفية لنهار اليوم ومختلف تصريحات الوزراء اللي كانوا حذرين في الندوة الصحفية هذه لكن خاصة بيش نعملوا قراءة معامقة شوية لهذا القانون شكلا ومضمونا وأبرز الأرقام والإجراءات الوردة فيه بطبيعة في هذا الكل يرفقني كل من خليفة بن سلم أهلا وسهلا بيك مساء النور مرحبا بيك لطفيل عميري مرحبا بيك ناجي الزيري مساء الورد ليلى ضيوفي بشكونو على التوالي نبيل بلعم مدير عام مؤسسة إمغاد كونسولتينج ونرجع على آخر سبر أراء وبروماتر سياسي وهذا آخر تقريبا سبر أراء لسنة 2021 إن شاء الله تلقوا بي في مواعد جديدة في السنة القادمة لكن أيضا يكون حاضر معنا سلاح رقيق قناة قرسمين باسم الغرفة النقابية لأصحاب المخابز أزمة خبز أملي تونفهم بعد شوية مع ظيفنا وأخيرا قانون مالية مع أصلين برجب عضو المكتب التنفيذي لكونفيدرالية المؤسسات المواطنة كونكت نبدأ في آخر الأخبار أكدت وزيرة المالية سهام بغديري نمسية خلال الندوة الصحفية لانعقدة اليوم لتقديم تفاصيل قانون المالية الجديد تأكد أن ميزانية الدولة المتوقعة لسنة 2022 حددت بـ 57.291 مليون دينار فيما حدد العجز بـ 9.308 مليون دينار نفقات ميزانية الدولة لكامل سنة 2022 تقدر 47.166 مليون دينار أي بزيادة تقدر بـ 6.6% زيادة هذية متأتي أساسا في نفقات التأجير اللي هي كما تشوفوا بـ 1228 مليون دينار زيادة هذية أي بما يقارب معناها بنسبة 6% زيادة في نفقات الدعم 1235 مليون دينار أي بزيادة 20% وزيادة في نفقات التمويل فائدة الدين العمومي اللي هي بـ 544 مليون دينار نفقات الدعم في مجملها بالنسبة لـ 2022 هي 7.262 مليون دينار أي بزيادة تقدر بـ 1235 مليون دينار نفقات الاستثمار وعمليات مالية هي في حد 8.364 مليون دينار ونفقات التمويل 4.326 مليون دينار 57.261 مليون دينار هذا هو حجم ميزانية 2022 أي بزيادة بـ 3.2% بالمقارنة مع قانون المالية التعديلي عجز الميزانية دون اعتبار الهيبات بشيكون في حدود 9.380 مليون دينار أي العجز بشيكون في حدود 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي نكمل مع تصريحات وزيرة المالية اللي تقول أن دولا بشيكون في حاجة إلى تجميع قروض خارجية ولكن أيضا داخلية الحاجيات هذه قدرت بـ 18.673 مليون دينار إضافة إلى حاجيات خزينة بـ 1.310 مليون دينار البزوان هذه بشي ترتب عليه حاجية اقتراض في حدود 19.983 مليون دينار بشي تتوزع ما بين 12.652 مليون دينار اقتراض خارجي و7.331 مليون دينار اقتراض داخلي حاجم الدين العمومي معناها بشي يكون في حدود 114.152 مليون دينار أي ما يمثل 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحنت وقف شوية برشة أرقام قالتها وزيرة المالية في تقديمها لقانون المالية 2022 لطفي برشة أرقام أمكن المشاهد مش بشي دقق برشة في الأرقام لكن مجملا في قراءة أولى لما قدم اليوم شنو الانتباع اللي خرجت بها لقانون المالية والله هي شوف هذه ربما تركة اللي يحكي عليها رئيس الدولة وهي سيدة وزيرة المالية تترجمها في أرقام فالحقيقة ما كانتش أرقام مفاجئة لأن تقريبا كل الرائع العام في تونس وحتى خارج تونس على اطلاع على هذه الأرقام وعلى الصعوبات الكبيرة يبقى ربما كنا ننتظر أجوبة على كيفية تعاطم هذه الأرقام وليس فقط مجرد استعراض للأرقام ما معناها كيفية التعاطم على الأرقام؟ يعني الصعوبات والمبالغ الرهيبة تحكي عليها السيدة الوزيرة وقت تحكي على 19.000 مليار وتقول أنه ما دعوين نحن بش نوفر و12.000 ومعناها مليار دينار من الأسواق الخارجية وباقيتها من الأسواق الداخلية اليوم كيفاش بش نخرج وحنا للأسواق الخارجية هذا تقريبا هم شيء بمعنى أننا رجعنا اليوم لأمك صنافة لأن الصعوبات المالية التي قاعدنا يشوفها في جزء كبير منها مردها الترقيم السيادي المتردي لتونس والترقيم السيادي المتردي هو بطبيعة الحال الذي قال أخلى كبار المانحين الدوليين يحترزون جدا من التعامل المالي مع تونس بقيت ورقة وحيدة هي ورقة صندوق النقد الدولي ولي عوجينه بعض شوية خطر حكيت هي شوية على صندوق نقد الدولي والإصلاحات الكبرى اللي يتم تقديمها لي يعني هنا اللي اسمعناه اليوم هي مجرد إجراءات ميزور معنى سيسنبا دي ميزورات يعني تقديم تقريبا تقني أو محاسباتي للميزانية هذه ما شفناش روح وجوهر متاع ميزانية تعدت في ظرف استثنائي أنا النجم نسمعها هذه ميزانية المراسيم وبالتالي كنا نتوقعه اتخاذ مجموعة من الإجراءات الكبرى اللي كنا دي ما كنت حدث ونصفوها بالموجة أو بالمؤلمة ورئيس الدولة ربما وصفها بالإكرهات لكن هذا كل تقريبا اليوم الزنة ما شفنهاش في المشروع سواء القانون المالية أو مشروع الميزانية ناجي لطفي قول ميزانية المراسيم رئيس الدولة حتى كنا استحضروا اكلامه يقول قانون مالية الإكرهات ويمكن الإكرهات اللي ترجعنا للظرف الاقتصادي الصعيب والأزمة الاقتصادية والاشتماعية اللي عشناها خليني شوف قراءتك وهل هذية بشهزنا بعد أشهر قليلة إلى قانون مالية تكميلي لسنة 2022 احنا قبل ما نحكيه على قانون مالية تكميلي نحكيه على مصاريف ما تحتاج الدولة العام 2022 ثم أرقام كبيرة ومهمة يظهر لهذه الأرقام اللي يلزم من تركيز عليها لأنه وزيرة المالية ما عتتناش مثلا ما عتتناش تفاصيل على نفقات الدولة عام 2022 تقول شهد الزيادة بـ 6.6% مغلبها بتأجير أساسا تقول رأي الميزانية متع السنة زيادة 3.2% فيش يعني شنوه الطارع شنوه الجديد اللي خلى وزارة المالية أو الحكومة التونسية تزيد في حجم الميزانية يعني احنا عنا معناها مدخيل الدولة التونسية دخل بش دخل 38.6 مليار دينار وبش تنفق 47 عندها عجز تقريبا بحوالي 8.5 مليار دينار عجز ميزانية اللي مثل تقريبا مثل 6.7% من الناتج الداخلي الخام الدولة التونسية أيضا إذا ما تخلص عام 2022 إذا ما تخلص أصل القروض يعني أقصات القروض سواء القروض الخارجية ولا الداخلية بقيمة تقريبا 10 مليار دينار يعني السؤال اللي ما جاوبتش عليه معنا وزيرة المالية وحتى الوزراء اللي معها من يمش جيب نجي هل ما جاوبتش عليه أما ما تعرفش غيال ما هي شخصيا وزيرة المالية من يمش جيب وجي السما شوف تونس ما تنجمش تخرج اليوم إلى السوق المالية إلا بعد نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هذا ما تفقين فيه مفروق من تبقى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هل أنها بيش تنجح هل نتمنيو كتونس نتمنيو أنها تنجح لأنه ما عنيش خيار تونس ما عنديش من يمش جيب الفلوس قروض من أي جهة أو من أي مصدر من عند صندوق النقد الدولي يلزم يخرج هكذا الظوء الأخضر من صندوق النقد الدولي بيش وحتى كنا خرجنا للسوق المالية بيش ناخذ قروض مليش بيش ناخذوها بنسبة الفواض اللي كانت تونس بريفليجية يعني هكذا نسبة متاعها متاعها 4% و 6% و 7% اليوم أقل نسبة فائذ يعني في القروض اللي اتخذها تونس من السوق المالية العالمية لباير دوفون الكبار ما أقلش من 14 16 أو 17% سعر الفرضية البرميل فقط ملاحظة ناجي فرضية البرميل مهمة جدا سعر البرميل نافذ 75 دولار وفرضية النمو متوقعة بـ 2.6% نحن عشنا حاجة لكن تكون الفرضية فرضية تكون في جانب في ويد والواقع بعض لك تطور الأسعار يكون في ويد واحد آخر ديما ديما الدولة وقت اللي تتسكر أبواب التمويل من الخارج يعني ما ننقاوش من قروض منين ناخدوه الدولة تمشي لك الحل السهل اللي مشيت فيه الحكومات الكل هي ضغط الجيبال زيت أعصر المؤسسات الاقتصادية أعصر المواطن لأنك تشوف قانون مالية صحيح فيه حاجات لكن أغلب وراءه أداءات يعني أما زيادة في أداءات أو توظيف أداءات جديدة نحن بارح حكينا على ناجي ما زلنا نظيف مش نحكيه على قانون مالي يعني ما ثماش حلول أخرى غير أن تحويل الدولة إلى دولة مجبة دولة جيبال به خليفة باللي شوفناه باللي قاعدين تنقشفيه اللوت في مانيش نسيتك مش نرجع لك الملاحظة متاعك هل نجمو قولوا اللي احنا دخلنا في ميزانية التقشف أو سنة جديدة من التقشف إصلاحات موجعة ربما النس كل يزمها تهزوا ضين القفة مع بعضها مش نجمو نخرجوا من عنق الزجاجة كيف يشتراها المسئلة أنا أعتقد هناك فرق بين الحديث عن قانون المالية والسياسة الاقتصادية للدول قانون المالية هو إجراء تقني يعني بتاع مدخيل مصاريف مهم جدا خرجت الحكومة بش ما ننسيش أنا خرجت وضحت للرأي العام وقدمت ندو الصحفية عبروزرائها ومعناها في حضور الصحفين وهذا مهم على كل حال أمام غياب عن الظهور الإعلامي بقينا نتساءلوا ونتحدثوا عن وثائق مسربة وعن 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 في النهاية إن شاء الله يستمر هذا الخيار في التعاتي مع الإعلام وتوضيح الأمور بش يكون نقاش على مستوى الرأي العام من مفروض السياسة الاقتصادية نفهمها مقالون مالية رأوا خير لا السياسة الاقتصادية يعني التوجه الاقتصادي للحكومة في علاقة بالإصلاحات في قانون مالية في علاقة بالإصلاحات في قانون مالية مش مجرد موارقة محاسباتية لا أقول سيدة وزيرة المالية قالت نفقات مختزلة في ثلاثة أبعاد رئيسية التأجير الدعم والدين هذا على المستوى المحاسباتي ولكن أحنا نحب أن نعرفه كيفاش الحلول البديلة عن الحد من التأجير لأن التأجير بالنسبة للدولة ملاذ لكل المواطنين اليوم نوقف التأجير لا هذا كيفاش نتخلص من ثقل التأجير ولكن كيفاش نتخلص من ثقل التأجير ولكن كيفاش نتخلص عن التقاعد لخنفصل في السياسة كيفاش نوقف التأجير ومعاش نعمل الانتدابات شنه البدائل المطروحة أمام الكمل هال من المعاقنين هذا نرجع له وزير تشغيل حكي فيه الموضوع هذا النقطة الثانية مسألة الدعم كذلك مسألة الدعم كنت حدث عن الدعم مش معناها نمشي للتخلي عن الدعم ما هي البدائل المطروحة فعلا لأنه نوجه الدعم لمستحقيه أنه نعيد معناها الشاكلة كيفاش نتصرف فيه ولكن أنه نقول ونضعوه في الدعم مقبول ثم السياسة العامة للدولة وزيدت رأي مزانية الدعم نفس العملية ما زلنا نتحدث من التدقيق في الديون إلى التوجوات العامة لهذا الدين زادت ميزانية الدعم هذا إجابة مثلا على بعض الملاحظات لا يحل المشكل فعلا هذا ما هو مش يحل المشكل نزيده في الدعم لكن ما تخلصناش من مشكلة الدعم ومستحقي يلا لط في قد لي عندك ملاحظة الملاحظة هذه كحولة معناها سعر برميل النفط 75 دولار فرضية 75 دولار شفناه في الأيامات الأخيرة انخفض السعر عليش بفعل تفاقم جائحة الكوفيد مجددا في أوروبا وتقريبا في مختلفة نحاء العالم الشيء اللي خل شركة طيران تلغي آلاف الراحلات وهي أكبر مستهلك للمحروقات الكيروزان وبالتالي انخفض السعر لندري كيف سيتطور المتحور الجديد كيف ستكون تأثيراته على شبكة النقل العالمي وبالتالي على اقتصاد العالمي وآليا على سعر بريل النفط لكن هما مشكلة في تحرير وقت اللي يربطوه بسعر السوق التعديل الآلي واضح اللي هو مرتبط بالحركة ايه هو مرتبط بالحركة اقتصادية إذا ذم معناه اقتصاد وفما نقل وفما سياح يرتفع السعر إذا ما ذماش آليا يرتفع هون الارتفاع مش يأثر على مجرية الحياة الأخرى سعر الكهرباء وسعر الخدمات نحن نأملوه أنه يمشي في الانخفاض على الأقل مراعاة شوف أنا يظهر لميزانية وقانون المالية تعاملت بمنطق يعني كثير منها الخوف هناك حكومة في وضعية استثنائية هناك خوف من ملاءات صندوق النقد الدولي هناك خوف من ردود فعل الاتحاد عن تنسي للشغل هناك خوف من ردود فعل الاتحاد الصناعة والتجارة وهناك تحوط واحتيات وتحسب لرئيس الدولة وسياساته الاجتماعية ما ننساوش الجديد اليوم اليوم اللي موجود ماليك هو ضبط موعد انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر القادم وبالتالي هذه الحكومة أصبحت ربما تأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى السياسي واللي بطبيعة الحال واللي هي مطالب حتى خارجية واللي مش يكون فيه رئيس الدولة ربما كلعب سياسي من خلال الحزب وبالتالي الإجراءات الاجتماعية وخاصة كل ما له علاقة بصندوق الدعم ربما أصبح من المحرم المساس مدام كنت تحكي على صندوق النقد الدولي خلينا نشوف وزيرة المالية شنو تقول في علاقة بالمفاوضات مع لفمي اللي أكدت أن الحكومة تعمل على إعداد وثيقة إصلاحات لعرضها على صندوق النقد الدولي أكثر من 80 شخص خدموا على برنامج إصلاح بش نقدموه أحنا معناها برؤية برؤية تونسية معناها إصلاح اللي أحنا اليوم مؤمنين به حسب ظروفنا وحسب أهدافنا هي إصلاحات أحنا كدولة حشتنا بها لكن هي تنصهر تنصهر في الطلبات اللي اللي معناها طلبينهم صندوق النقد الدولي وهي مش طلبات جديدة تعرفوهم إن شاء الله أودو بيدلاني أول سنة بش نبديو في نتفاوض بخصوص الوثيقة هذه لكن نبدينا في بعض معناها اللقاءات اللقاءات معاهم عن بعد ولحقيقة المؤشرات وكانت حسب معناها وصلتنا لطوة إيجابية بالنسبة للاستعدادات اللي أحنا قاعدين نقوموا بها ملحظة عامة ساعة تقول إنه الإصلاحات هذه تنصهر مع طلبات سابقة لسندوق النقد الدولي مع حاجية تونس لكن أيضا ناجي شنو تقول تقول إنه تعمل الحكومة على إعداد وثيقة للإصلاحات بمشاركة ثمانين خبير اللي بشتعرضها على الصندوق في بداية السنة المقبلة يقول القايل ثمانين خبير لكن أين هو الاتحاد العامة تنسي للشغل أين هي منظمة الأعراف أين هم شركاء الاجتماعيين في الإنكباب في أعداد الوثيقة هذية اللي أصلا صندوق النقد الدولي يطلب مشاركة الجميع حول الوثيقة هذية قانون المالية ما وصلش للإتحاد العامة تنسي للشغل يعني هذه معلومة مؤكدة معلومة مؤكدة معلومة مؤكدة كنت لحشية معنا في اتصال مع واحد من خبراء الاقتصاديين اللي يشتغلوا في مركز الدراسات تابعة للإتحاد للشغل قانون المالية ما وصلش ووثيقة الإصلاح وثيقة الإصلاح المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي يعني السيناريوات المطروحة اللي بشتمشي بها الحكومة بعد سياغتها وبلورتها ونيل ثيقة أو موافقة اتحاد الشغل عليها بشتمشي بها لصندوق النقد الدولي تسلمت الوثيقة إلى اتحاد الشغل اليوم فما يعني خبراء الاتحاد منكبين على دراسة الوثيقة هذه جانب كبير منها ما ومش موافقين عليه خاصة ما يتعلق بالرفع التدريجي للدعم وكذلك الجرائية المتعلقة بكتلة الأجور والإحالة على التقاعد ولأنه الحكومة في الوثيقة الإصلاح وقت اللي طرحت مسألة الرفع التدريجي للدعم ما أعطيتش البديل شنو ما تماش بديل عملي سوى كلم يعني كلم تقال قبل واتقال مجددا أنه رأى فما يعني مينح أو جرايات مالية قارة بشتمشي للعائلات التي تستحق الدعم هذا بقى مجرد كلام يعني نوارس فور بلون لم يتم يعني ما تمتش سياقته بشكل رسمي البلاتفورم اللي تخدمت في وزارة الشؤون اجتماعية أو ما يسمى بسجل الفقراء اليوم ما هوش ما تخلش طور التنفيذ يعني البلاتفورم مزالت يعني ثم سيناريو يقول أنه بشتعته معرف وحيد لكل عائلة تستحق الدعم سيناريو آخر يقول أنه وزارة المالية عن طريق البنوك ومراكز البريد بشتتكفل بدفع جراية معناها مبلغ رمزي للعائل لكن على أي أساس المبلغ المالي هذا كيفاش قدرته الحكومة قداش حاجيات وما قالوا ليش ما نعفوه توا ميزانية الدعم توا شوف يعني ثم شي زادت ميزانية الدعم من ناحية الناس كل تحكي على الحد من نفقات الدعم اللي كانت مقدرة تقريبا سنوين في حدود خمسة مليار دينار وتوجيه الدعم إلى مستحقي هذه السنوات ونحن نسمع فيه المطلب هذه والدعوة هذه وكل حكومة تقول لك أنا سأنكب على ذلك تطلع ميزانية الدعم إلى أكثر من سبع مليار دينار عليش في الوقت اللي الحكومة تشتغل على وثيقة بيشتزل في مي للتخفيض في حجم الدعم أنا هنا عندي سؤال لطفي الوضع استثنائي وتقريبا نحن نقاشات في كل آخر سنة على الدعم وعلى غير الدعم وعلى التوجهات الكبرى للدولة التونسية في المسائل المالية والنقدية هذه الإصلاحات زيادة اللي يجبها تتعمل يقول قيل احنا وصلنا الظرف وصلنا اللامباس مش من المفروض أنه هذية الكل يصير وإحنا في الوضع الاستثنائي صعيب هذية بش تتحل انبون فواب ونسكر الملف هذية والاقتصاد يتعافى ولا نقعد ديما في سياسة الحرائق اطفاء الحرائق المؤقتة ومن بعض لك كل عام تطلعنا حرقة جديدة هي لكن سياسة اطفاء الحرائق ما عادش تقضي مع صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي قلنا أنك تنجم توفر موش 80 خبير تنجم تجيب 50 ألف خبير يحضر معاك ويعد لك أفضل معناها صيغة تنجم ترضي صندوق النقد الدولي وزيك المالية تخذ 80 خبير 80 وانا ما نتصورش أنه مشاكل تونس تستحق لـ 80 وجهة نظر يكفي خمسة الحكومة ومعاهم أربع خمسة خبراء من اتحاد العام التونسي للشغل لمعناها توصيف مشاكل تونس واقتراح الحلول لأنها مشاكل متراكمة منذ سنين وتداولا عليها عشرات الخبراء ربما اليوم تسلم تونسي بسيط ينجم حتى يوصف لك تبقى المشكلة اليوم والتي يتعنى مع صندوق النقد الدولي مشكلة ثقة لأنه كل الحكومات المتعاقبة قدمت مقترحات واقترحت مشاريع أصلاحات وحالة ما تتحصل على القرض أو على جزء من القرض إلا ويتم ترك تلك المقترحات أو الالتواء عليها بطرق بطبيعة الحال تنطلية على التونسي لكن خبراء الصندوق اللي يعيشوا معنا في تونس بطبيعة الحال رفضينها اليوم ولا عنا مع المشكل المالي والاقتصادي ولا تعنى مشكلة ضمانات هذه رأي بنك دولي رمش بشيسلف للنجلة بودن وللقيس سعيد هو بشيسلف للدولة التونسية وما غير الاتحاد يسلفك ولا ما يسلفك في غياب البرلمان أحنا قبل وكان طالب هو معناها ضمانة البرلمان ورئاسة الدولة والمنظمات فما بالك اليوم بدون برلمان وتقريبا في قطيعة تامة بين رئاسة الدولة واتحاد العام تونسي تشغل وهذاك عليش اليوم في تدخلات السيدة الوزراء حسنا برشكلة محلو تقريبا سهلتي المأمورية بغفو عليك لطفي يلا سهلتي المأمورية وخليفة جيدتك وزير التشغيل شنوه اللي يقول على العلاقة بالاتحاد العام التونسي للشغل يعد بالقطع مع علاقة التصادم مع المنظمة الشغيلة تفاهم مع الاتحاد العام التونسي للشغل المفاوضات مع الافمي تكون أسهل بيسر خلط شنوه الزمان اللي انتي كتحب تعمل الإصلاحات إنه الإصلاحات هذيك بش يتم تبنيها من قبل المنظمة الشغيرة والمنظمات الاجتماعية وتعاونك عليها وتنجح فيها بش نقطعه مع هكالعلاقة اللي فيها التصادم مع الاتحاد العام التونسي للشغل وبش نعتمد مسار متع عمل تشاركي نقضوا مبعثنا في رجان الوخيان في الاتحاد قلناها قبل عندهم دراية كبيرة بالملفات عندهم مكتب دراسات عندهم دراية بالميدان يعرفوا شنوه المتطلبات متع المرحلة عندهم مواكبة زادة للتدرج اللي صار من بعد الثورة إلى اليوم ويكونوا مفيدين جدا الجلوس في طاولة الحوار معهم والخروج بنظرة تشاركية ينجم يكون فيها اختلاف يكون فيها اخذ رد يكون فيها برمجة يكون فيها تحديد للأولويات لكن المهم هو التشاركية ما نكونوش في وضعية متع انقسامات ما نكونوش في وضعية متع تجاذبات وزير التشغيلي استبعت أيضا وجود انتدابته جديدة في الوظيفة العمومية حجم اليوم متع الموظفين في الوظيفة العمومية تجاوز الاحتياجات وفما عدد كبير شنوه بشي يصير هنا لخلق الحلول من جهة تكلمت سيدة وزيرة المالية بش نحاول ونشجعوا الموظفين العموميين اللي عندهم الرغبة وليتوفر فيهم شروط معقولة بش يمشيوا للتقاعد مغير ما تحصل لهم خسائر فماش كان اليوم الوظيفة العمومية فمحول الأخرى لكلها مبعضها نغزرولها ماناش رفضين أي فرضية من الفرضيات لكن اليوم رو نحب نقوله التوجه رو حاليا لازم يكون نحو المبادرة الخاصة به مع العلم أنه منذ قليل في بلاغ لرئاسة الجمهورية رئيس الجمهورية استقبل اليوم سمير مجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اللقاء هذية خصصة لمتابعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بوجه عام أيضا رئيس الدولة دعاء رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية إلى طمأنة رجال الأعمال بأن الإجراءات التي تم اتخاذها تهدف إلى النأي بهم عن كل مظهر الابتزاز اترق أشار أيضا رئيس الدولة إلى أنه يعمل على تنظيم حوار مختلف عن الحوارات الشكلية السابقة وشدد على حرص على تحقيق الحرية والكرمة لكل تونسيين والتونسيات من جانبه رئيس اليوتيكاي يقول أنه يعبر عن تطلع رجال الأعمال والمستثمرين إلى العمل في ظروف طبيعية تمكنهم من تحقيق الثروة والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني خليفة هذية لقاء مع رئيس منظمة الأعراف في انتظار اللقاء أيضا مع رئيس المنظمة الشغيلة أو أمين عام منظمة الشغيلة وهو منتظر أنا أشكد لكن من قبل أرى وثم فرق بين قانون المالية بين وثيقة الإصلاحات المفترضة مع صندوق نقد الدولي تبدو الميزانية فيها إشارات مطمئنة للصندوق في علاقة بمسار الإصلاحات اللي يفترضها أو اللي بيش ناقش فيها الدولة التونسية من قبيل قبيلة كنا نحكيه تخفيض من كتلة الوجور عبل التقاعد الاختياري اللي حلوا فيه الطريق إيقاف الانتدابات تحرير تدريجي لأسعار المحروقات يعني هناك اتجاه عام فيه إشارات إيجابية بالنسبة للصندوق في انتظار وثيقة الأيام والتي هي تفترض بالضرورة وجود الاتحاد العامة للشغل ومنظمة العراف كشركاء اجتماعية إن شاء الله ما تخرج لنش فيها تسريبات إن شاء الله الوثيقة الرسمية تخرج للأسلاحات ناجي عن حضور الاتحاد في قانون المالية ولغيرها أحنا كيف جرت العادة في السابق قانون المالية كان وفقا لي اتحاد العامة للشغل وقت كان في السنوات الماضية كان دوم من معناها مقترحات الاتحاد مختلفة متصادمة مع قانون المالية كان توفق عليها الأحزاب السياسية فقط يعني حتى افتراض أنه وجود مجلس النواء بالشعب وهو يصادق على هذه الميزانية باش يعطيها معناها شيء من المصداقية مع الصندوق ولكن هذه المصداقية لم تؤدي أبدا تلك السنوات للإصلاحات المفترضة في علاقة بالصندوق خليفة سؤال يبقى أنه واضح من خلال ما قالوا سيد وزير التشغيل يعني ناطق راسم باسم الحكومة المدخل لإيجاد حوار وتشاركية مع الاتحاد العامة والشغل هي تلك البداية اللي هي فيها حوار وخطاب إيجابي في اتجاه الاتحاد العامة والشغل في علاقة بذلك خليفة كيف يش تفرع كيف يش تفرع عدم تصريحات عدم الإدلاء بتصريحات من قبل قيادي الاتحاد ولا حتى أمين العام الاتحاد في علاقة بما نشير اليوم ومقيحة والخانون المالية مختلفة عن الأحزاب رمو الشخص يحكم في منظمة الاتحاد العامة والشغل لكن معني بدرجة أولى بقانون المالية في التعامل طبعا ظهرت اليوم الميزانية واللاتة رسمية مؤكد الهياكل داخل منظمة الاتحاد العامة والشغل ستجتمع وستصدر موقف من هذه الميزانية في علاقة بالمقترحات بالانتقادات على وثيقة الميزانية وعلى الآن قلت لك اليوم بعد ندو الصحفية اجتماع بعضي مش قبل اجتماع كل بعضي هم همش وثيق رسمية بما فيهم اللي استعرضوهم اليوم سيدة الوزراء مش اعتما عبدالما ما يحبط بشوني الوضواء فالرائد الرسمي هذه شكليات فالرائد الرسمي هذي نجمة تصير فيه تنقيحات نجمة تصير فيه تعديلات حم نستنى التنقيحات هو النقاش اليوم ندو الصحفية مش نقاش سيدك شوي ماهيش ندو الصحفية هذه نقطة اعلامية نقطة اعلامية خرجوا خمسة وزراء وقلقوا بمعلومات حول القانون المشروع المالية والميزانية ماهيش بولد وقاس اللي فهي سؤال وجواب على ذوق اشنوة تصير الاتحاد شنوة النجمة يبدل المفيد هناك تفاصيل موجودة حتى فيه نوعية الضرائب والحجم تاها واحد هابتوا كله في القانون المالي شكلين صحيح لم يبقى في الاتحاد لان فرح نحكي شكلين ونحكي قانوني المزيد ماهيش وفيقة رسمية مسألة ثانية في تفاعل مع النقطة اللي حكيتها ان الاتحاد صحيح قبل ان كان يشرك وما يخذش بساعات بقراءه لكن الجديد اليوم ان الاتحاد ولا مطلوب الضمان انتاعه من صندوق النقد الدولي هذيك الوثيقة لا هذيك الوثيقة لا مش قانون المالية سيد هذا الجديد يعرضك السياح طبعا افتنا في هذا النقاش نجم تشير اصلاح تنقيحات النجم ما يخرج بالصيغة التي قدمت فيها في الرايد الرسمي القانون المالية صعب جدا صعب جدا لانه القانون تطلق مع الوثيق المسرم لانه يا سي خليفة معاش نحكيو على تسريبات أمر المالية متاع الفين واثنين وعشرين تمت المساطقة عليه في مجلس الوزراء وانتهى الأمر خرجوا السادة الوزراء اليوم بش يعلم الرأي العام بش يوضحوا فقط الاتحاد العام تونسي للشغل إلى حد اليوم العشية إلى حد اليوم قبل ما عندي ش علم ما تلقاش وثيقة رسمية أو مكتوب أو مرسلة رسمية من الحكومة فيها هل القانون هذا أمر المالية بش نرجع النقاش فضل باركانتر ربي جمع سيد الرئيس برئيس المجوط ربي نسمعنا كلام اللي هو كلام خشبي يعني ينجم يكون الزيارة للدعوة اللي صارت واللي قال يصار ربما الوتيكا عنده مثلا ملاحظات نختم 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 نجم ثم نقطة خلافية طبعا والخلاف فيها حد جدا ما نعتقدش أنه مش يصير تقارب بين وجهات ضرب للانتحاد ما يتعلق به تجميد الأجور من 22 حتى 2024 وأيضا تجميد الانتدابات تجميد الأجور اليوم بحل الخلاف والاتحاد يعترض على هذا نرجع له تقول أنه يعني بشتربح تقريبا حوالي 1559 مليون دينار و مقابل هذا أن الاتحاد يتخلى عليك 47 اتفاقية وهذا في اعتقادي يعني مستبعد مستبعد جدا يلا قانون المالية بش نرجع له مع أسلان برجب اللي بشيكون ضيفنا بعد لكن ضيفي في هذا الجزء الأول بشيكون نبيل بالعام مدير عام مؤسسة أمغاد كونسولتينج ونحكيه على سبر الأراء الأخير والبروماتر السياسي لده سامخ 2021 و21 كيفاش بشيكون توجهات الشارع التونسي ورايهم في مختلف التحركات والموزيك اللي مسيطرة على المشهد هذا يكل بعض الفصل ترجمة نانسي